اليوم القراءة العاطفية لبرج الجوزاء فإذا كنت مشترك جديد معنا في القناة المرجو أنك تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة فخلينا نشوف أخبارك إيه وأخبار للحبيب إيه والأمور العاطفية في الشهر دان برج الجوزاء فنحن مش نشوف الحبيب فقط نحن نشوفك إنزا كذلك تحاسس بإيه وأحوالك إيه وأحوالكم إنتوا اللي اتنين واضح يا برج الجوزاء إنه في زعل جامد بينك وبين الحبيب لإني بشوفك متضايقة كثير واخد جنب ومنعزل الحبيب متباعد واخد جنب ولكن هو بيحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه أو بيحب العلاقات المتعددة أو في طرف ثالث بينكم لأنه هو حاليا مختفي تماما وفي نوع من الحركات من تحت لتحت يمكن تكون أنت بتتعامل مع شخص فنان أو ممكن تتعامل بتكون بتتعامل مع شخص روحاني لأنه بشوفه هو حاليا رافض العلاقة معك بصراحة ومش عاوز يتكلم معك وطالع من العلاقة هو طالع من العلاقة وفاتح أنه للحياة لأنه في الحقيقة زعلان قوي بس هو عنده مشاعر اتجاهك مشاعر قوية وبيفكر فيك بس هو زعلان وطالع من العلاقة دي ومشي فقايز يكون في بينكم نوع من أنواع الخداع فحقيقة أنا بشوف أنه الشخص ده يعني مو مش مخاذع يعني كأنه كان بيلبس قناع كأنه شخص روحاني كأنه شخص فنان لأن الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة يبينوا مشاعرهم الحقيقية يعني حتى يشوف الشخص اللي قدامه أو الناس اللي معه هم حيعملوا إيه ونويين على إيه وبيكونوا يعني فيه ناس لعبت بهم لهذا هم بيكونوا خايفين فحب أقول لك أنه الشخص ده هو حاسس أنه خرج من حاجة فيها خداع كأنه كان حاسس أنه فيه شيء فيه الخداع هو متهيق له كده هو بيفكر بالشكل ده فممكن يكون يعني دماغه متل أخبط أو فيه فوضى عنده في أفكاره لأنه مبين عندي أنه يعني الشخص هذا فيه عنده اكتئاب لأنه فيه ورقة عنده بتقوله لازم تخلي الأمور زي ما هي وبلاش يعني المصطلح يعني بلاش تحبك أكتر كذلك فيه ورقة يجيته بتقوله خد وقتك تفكر أنت عاوز إيه عشان ترتاح وتعمل صلاة ودعاء وتوصل للسلام الداخلي كذلك فيه كارت إجاه تاني بيقوله أنت لازم تفكر أنت عايز إيه وإمتى ولازم يكون متأكد من المشاعل ويكون صبور ويطلع من الحالة العزلة اللي هو فيها فمبين عندي أنه الشخص هذا هو شخص مكتئب شوي فهو طالع له نفس الورقة اللي طلع لك أنت يا برج الجبزاء أنه ياخد وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته مشان يحسن ياخد القرار المناسب فأنا اللي شايفه أنه أنت متباعد عنه أنت قاطع معاه والشخص ده في الوقت الحالي أنت متغاز منه كثير ومتدايع منه زعلان عليه وبصراحة مبين عندي أنه أنت بدك تتخانق معاه لقبة كبيرة الورقة بتقول أنه أنت زعلان منه كثير وبدك تدربه وتتخانق معاه وتصرخ في وشه يعني في ذلك جاييك ورقة بتقولك حب نفسك أكتر لأنه مبين عندي أنه أنت ما بتحبش نفسك كثير يعني بتدي الناس أكتر خصوصا لما بيكون عندك مشاكل يعني ما بتهتم بنفسك وبصحتك مضبوط لهيك الورقة بتألك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي لأن المشاكل لا تؤثر عليك في الطالع والنازل وطلع لي كمان يا برج الجوزاء أنه في عندك كرط في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس وممكن أن في هذه الفترة تكون أنت عم تخرج عم تأدي وقت منيح عم تضحك عم تطلع الأماكن ولكن أنا شايفك ولكن أنا شايفك في الكروط هذا أنه أنت في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء فمبين عندي أنه أنت والشخص ده روحانيين جدا يعني كأنه في بينكم شغلة يعني يعني بتجدبكم مع بعض برغم المسافات سواء حكيته مع بعض أو لا مبين عندي كأنه يعني فين جداب لألكون ولكن عندي وراء بتقول أنه أنت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص وعندك رغبة أنك تمشي تخانق أو تدربه أنا ما بعرف يعني الطاقة هذه يعني طاقة أنك بدك تخانق بدك تدرب بدك ترخ مع هذا الشخص فحاليا ممكن تكون أنك أنت بتكلم ناس ثانيين يعني عشان تبين له أنه في ناس ثانيين فيه طاقات والورقة بتقولك أنت لازم تحافظ على طاقتك لأنه استعمال الطاقة فيما صارها الصحيح هو الشيء اللي راح يخليك تحصل على الشيء اللي بدك إياه لهذا عندي وراء بتقولك أنت لازم تغير شوية من طريقتك لأنه أنا شايفك أنت لا تريد أن تتغير يعني مش عارف تتغير أو حتى مش عارف تتغير فأنت ماشي بنفس الطريقة واضح يا برج الجوزاء أنه عندي وراء بتقول أنه أنت مش يعني ما بتحب نفسك بس مش بتحب نفسك بالطريقة الصحيحة كذلك أنا شايفة أنه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية بحياته الروحية يعني عايش حياته كأنه عايش حياته واضح عندي أنه الشخص هذا نسحب من هاي العلاقة كأنه شخص كان موجود واختفى يعني هيك مبين عندي هو الشخص دفي عنده رفض في الشغلة في هاي العلاقة فهو بيفكر في علاقتكم في الأوقات في الكلام اللي كنت بتحكوه على السوشيال ميديا وهو حاسس أنه كأنه طلع من شغلة فيها خداع في العلاقة هاي وكأنه يعني بيقول الحمد لله أني خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه ألف شكر دا إحساسه الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ ممكن يكون غالط ولكن هذا إحساسه وفي الحقيقة عندي وراء بتقول إنه هو بيفكر فيك وبيحبك وهذه الشغلة اللي لا فتت نظري الشخص هذا بيحبك بيحبك كثير هو مختفي بس بيحبك بس في حاجة جواه يعني مخوفاه خايف إنه يقرب أنا مش عارفة الأسباب يعني أنتو أدرا فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط أوراق ومش عارف شو يعمل في الحلاقة هايدي فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون إنت مستقوي القلب عليه مقايز يعني أو حتى ممكن إنت بتتواصل معها روحيا أو جسديا فمخلي الشخص هذا مخضوط يعني خايف فعندي هنا إنه إنت غامض مش عايش دي قلو إيه اللي بيحصل إيه اللي اللي حاصل كذلك أنت متضايق جدا ومتخاذ ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني متضايقه الشخص هذا مخضوط منك وخايف كذلك الشخص هذا مبين عندي إنه رافض يبدأ معاك بداية جديدة وشايل من الماضي وزعلان جدا يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة واضحة هو شايف نفسه إنه خرج من علاقة كان فيها خداع كان فيها غموض وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة وباغي يركز في روحانياته أكتر وعاوز يدرسك وعاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفله يعمل حاجة يعني يعني هو مطلعش مرة واحدة هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى هو في الحقيقة ما طلعش تماما يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قافل معاك وبيردش بصراحة انت شايف كأنه مديك وش خشب عايز أشوف لك الشخص هذا إذا مخادع ولا لا استنوا وحقيقة الشخص ده هندي ورقه مش مخادع الشخص ده مش مخادع كأنه كان لبس ماسك قدامك لأنه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خايف منك مشتائق فيك كثير صار بيناتكم شي هيك فأنا حمحاول شوف إذا فيه حدا داخل بيناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص منك انت يا برج الجوزاء فعندي الورقة انه هو مش عايز ياخد خطوة عشان فيه ثلاث صيوف قدامه فقايز يعني فغالبا يكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو سواء هذا الشخص كان شخص أم الأسرة في حد واقف بينكم في حد داخل بيناتكم في حقيق طالع نازل هيك سفودني أي حد فيكم ففي الأغلب الطرف الثالث قيل من ناحيتك يا برج الجوزاء لأنه انت اللي محتاج تحب نفسك تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه فعندي هنا برج الدلو وبرج الأسد والعذراء والثور وبرج الحوت برج الأسد أو القوس واحد منهم فممكن تكون أبراج ثانية مش مبينة عندي لأنه أكثر شي مبين عندي طاقات مبين عندي طاقات فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة أنك ستمر بمرحلة انفصال أو مرحلة ستكون فيها متضايق فغالبا إيه اللي سيحصل أنتو اللي الاثنين ستكونوا حسين بوحدة أو من ناحيتك أنت بالأكثر فالشخص دا كأنه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان زعلان ومتضايق فلو كنتو مش منفصيلين فممكن أنتو في الشهر دا ممكن أنكم مش هتتكلموا وحيكون فيه شعور بالزعل والحوزن بينكم انتو اللي اتنين وأنا شايفا أكثر أنه حيكون من ناحيتك أنت يا برج الجوزاء فأنا شايفاك يا برج الجوزاء أنك متغاد وأخذها على صدرك ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ أنه أنت لازم تعمل تغيرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لأني شايفاك أنك مش ماشي بالطريقة المثلة وتحب نفسك بصحيح وحب أقولك أنه الشخص دا ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة فأنا شايفا أنه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة بصراحة برد النظر يعني الطرف الثالث هو مين فأنا طلع عندي برج الجوزاء أنه في طاقة جسدية فممكن أنه تكون أنت عم تضيع وقتك يعني هيك مع برج الجوزاء لأنني شايفاك حاسس بالوحدة والانعزال وفي طاقات قشدية ولكن بدون مشاعر فأنا شايفا أنه برج الجوزاء لازم تتعلم تأخذ قراراتك بنفسك وبتخليش المحيطين يأثروا على قرارك على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك فبين عندي يا برج الجوزاء أنه أنت حكيم في عندك حكمة يعني كأنك رجل عظيم أو امرأة عظيمة فمغينفعش أنه يكون طرف ثالث أنه هو اللي يدير حياتك يعني مش معقول دي النصيحة بتاعتك وده اللي واضح في الشهر ده أنه هيكون في تباعد وتباعد بسعر يعني بصراحة يعني أنتو اللي اتنين في عندكم إحساس مشترك هو إحساس بالخسارة وبصراحة يا برج الجوزاء أنا بشوف يعني أنه الموضوح في إيدك أنت بصراحة هنشوف كروت النصيحة يا برج الجوزاء لأنه بشوف أنه الشخص هذا هو ما حبش يباعد عليك الشخص هذا ما بيحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في الفترة هو بشوف في هذا الشهر هذا راح تضلوا متباعدين مع بعضكم يعني هو ما راح يعمل أي شيء راح يضل بفكر يعني هو حيبطل قاعد بيبص عليك بيرقبك وما غير يعمل حاجة يعني ما غير يدير حتى حاجة يعني مش هيعمل حاجة ومش هيطلعك من الدماغه لأنه هو لسه عايزك أنا قلت لك في الأول أنه في براءة عندي واضحة أنه بيحبك بحبك أنت فهو غالبا حيختفي ولكن هو حيبص عليك على السوشال ميديا هو بيرقبك على السوشال ميديا برض النظر أنه بختفي وأنه أنت حاسس أنه يعني العلاقة انتهت وأنه هو خلاص شالك من حياة ولا الشخص ده ما شارك من حياة والشخص ده بيحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد قلب وقاعد ورح يضل عم برائبك في السوشال ميديا هيك فبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة ثلاثية هون واضح عندي في علاقة ثلاثية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه بيتجوز كأنه في علاقة جواز ولكن بتحب حدا ثاني ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن انت لما تزوزت الحبيب الحبيب اللي انت بتحبه اختفى فراح شوف لك شو رح يصير يا برج الجوزاء في هاي علاقة ثلاثية الثانية شو رح يصير ماشي مبين يا برج الجوزاء انه انت هون في هاي العلاقة الثلاثية اللي واضحة عندي انه انت ضايع هاي العلاقة الثلاثية وما بين الشخصين وما بين الشخصين هدول نستنى اها يا الهي شو هات اها بين الشخصين نشوف انت عم تفكر كثير في هاي العلاقة هاي العلاقة الثلاثية والشخص اللي انت بتحبه كمان بيحبك عم بيدعي الله نشوف يجمعكم عم يدعي الله يجمعكم بسعادة نشوف رح نشوف شو رح يصير اذا رح يتحقق هالشي ألاعي انا حبت افترك لهلي العلاقة الثلاثية كذلك الي عندي ظاهرة اESE فيه طاقة طاقة ترابية واضحة عندي و طاقة نارية ونشوف هذا الشخص هذا بيحبك ودعي الله يجمعكم مع بعض مناشي نشوف راح يطلع عدم بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذه يعني عم يدعي الله وكأنه يائس وبيدعي بيدعي كثير طالع عندي بيدعي مشان يجتمع مع الحبيب تبعه يا برج الجوزاء القرار قرارك فانت سواء يا إما راح تاخد قرارك تختار الشخص اللي انت بتحبه او راح تضلك بهي العلاقة اللي انت فيها واللي كأنك حاسس انه علاقة جسدية فقط يا برج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الامور كلها بيدك بهاي العلاقة الثلاثية اللي أنا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبدو يكون معك بس هو تقريبا يائس لانه بيشوف انه ما في امل هاي العلاقة يعني كأنه انت بتزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش مرتاح وانت بتحبه رد النظر انا مش فاهمة يعني يعني ليش يعني كيف يعني اشترقتوا عن بعض اكيد في ظروف المهم والنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقولك اختار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهزم بالناس اللي حواليك الاهل الاصدقاء وبتسمع هم عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شي لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه وشو الشي اللي رح يسعدك لهذا بيقولك افتار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء وبيقولك كمان بالورقة انو رغبتك هي بايدك انت فربنا معاكم يا برج الجوزاء ودود ايه الموقف في التعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واشبكم على خير والسلام عليكم أرجوك اشتركوا في القناة 존